نعم بدوري حذر أيضا سفير جمهورية أوكرانيا لدى الكويت الدكتور أليكساندر بالانوتسا العالم من عواقب استهداف القوات الروسية للمنشآت النووية في بلاده داعيا دول العالم أجمع للمساعدة على وقف الحرب وفي مقابلة مع اي تي في جدد سفير كييف لدى البلاد شكره للكويت على موقفها الداعم لاستقلال وسيادة أوكرانيا ما يجري مع الشعب الأوكراني من الصعب تخيله حتى في الأحلام العدوان الروسي يستهدف المنشآت النووية ومن الصعب أن تتصور ما يمكن أن يحدث إن حدثا في جهر النووي وهذا سيكون أسوأ من تيرنوبل أو هيريشيما ونحن ندعو جميع دول العالم لمساعدتنا في وقف هذا العدوان وهذه الحرب وهذا مهم جدا اليوم وليس غدا وأعتقد أن ذلك كان يجب أن يحدث بالأمس عندما طلبنا مساندة المجتمع الدولي من أجل عدم السماح بهذا العدوان والرئيس بلادامير زولينيسكي ووزير خارجية كوليبا وأنا كدبلوماسي وكمواقل أوكراني وكأب وصرح بأننا نحتاج مساعدة إنسانية وعسكرية والحظر الجوي ونريد أن تفهموا وتصل رسالتنا إليكم هذا الدعم الذي حصلت عليه في دولة الكويت من طرف استفارات الأجنبية في الكويت ودول الاتحاد الأوروبي والسبح الكبار والدول الأخرى في المنطقة والدول التي تعبر عن دعمها يأتون إلى السفارة وتزورنا الشركات التي تقتلح المساعدة والدعم ونحن نشكركم شكرا جزيلا أنكم تتذكروننا وتتذكرون أوكرانيا في كل وقت وأشكر دولة الكويت على أنها تستمع إلينا وأنها تساعدنا وأشكر جميع المواطنين الكويتيين على أنهم معنا وشكرا للدبلوماسيين الأجانب في الكويت على مساندتنا كثير من الأعلام الأوكرانية تم وضعها على سفارات دول مختلفة في الكويت وهذا كذلك يساعدنا كثيرا وأنا أشكركم جزيلا على ذلك أشكر كل من يقف مع أوكرانيا ويصدق بانتصار أوكرانيا شكرا جزيلا باحترام سفير أوكرانيا لدى الكويت أليكساندر بلالوتس وطاقم السفارة الأوكرانية المجتهد والرائع الذي يعمل ليلة الوقت شكرا أنكم مع أوكرانيا